الطائفة الأولى أو الفئة الأولى وهي طائفة القصاص وهم الذين يأتون بالقصص وبالأحداث وبالأخبار وما تكلمت في هذا الموضوع إلا لأني رأيت الكثير بل لا يخلو يوم من الأيام إلا وهؤلاء يأتون بأشياء تخالف العقيدة ولربما لما ملِّحوا من قبل كثيرٍ من الناس إذا بهؤلاء ظنوا أنهم علماء ودخلوا في العقيدة فأتوا بالطوام ودخلوا في التفسير ودخلوا في الأحكام الفقهية إلى ما إلى ذلك فخلاصة القول إن أردتم النجاة والعصمة من الفتن فعليكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما فهمه سلف هذه الأمة بل إن بعضهم قد يذكر بعض القصص التي تطعن في بعض الصحابة رضي الله عنهم ويذكرها كل ما أتى إلى كتاب وقرأه ذكر ما فيه فهذه الخطبة إبراءً للذمة من باب تبين ما قاله السلف لأن الأمر ليس كالأمر السابق لأن هذه المقاطع وهذه القانوات الآن تستقطب من هو مشهور ومعروف لدى الناس وهذا أسرع طريق لمعرفة الناس بالرجل